كسابقه ممن جاء بهم الاحتلال الأمريكي لتنفيذ أجندات معينة لخدمة الولايات المتحدة الأمريكية وإيران امتدح رئيس الوزراء الحالي محمد السوداني منجزات حكومته في غضون الستة أشهر الماضية في أثناء جلسة في منتدى العراق المنعقد ببغداد والذي حاول السوداني فيه أن يميز نفسه عمن سبقوه وإن كان نسخة منهم وفقا لمجلة ذهل الأمريكية وادعى أن منهاجه الحكومي توجه نحو معالجة الفقر والبطالة والفساد في حين تظهر بيانات لمراكز بحوث دولية أن العراق حل في المرتبة الثامنة عربيا لأكثر الدول فقراء على الرغم من ثرواته بحسب مجلة جلوبال فاينانس وتصدر العراق أيضا قائمة دول العربية بنسب البطالة وفقا لصندوق النقد العربي أما الفساد فقد بات ظاهرة متأصلة يغذيها تخادم الأحزاب وفقا لموقع ميدلستايل بريطاني هيات علماء المسلمين في العراق ذكرت أن منتدى العراق قدم زعيم ميليشيا العصائب قيس الخزعلي متحدثا في إحدى جلساته وهو المتورط بجرائم حرب طائفية على مدى سنوات طويلة وأكدت أن ما حصل في المنتدى يؤكد أن المصالح الأمريكية والإيرانية في العراق والمنطقة مصالح مشتركة وإن اختلفت الأهداف والنهايات أن بين الطرفين تخادما على المستويات كافة وبينت الهيئة أن هذا المنتدى الذي عقدته الحكومة تحت ذريعة قضاء ستة أشهر على تشكيلها لم يأتي بجديد بشأن الملف العراقي ولم تثمر النقاشات التي جرت في جلساته حلولا منطقية لأزمة العراق ومشكلاته المستمرة والذي جرى هو محاولات ترقيع غير مجدية وتضليل للرأي العام العراقي بمنجزات وهمية لا أثر لها على الأرض في حين انتقد موقع لونغور جورنال الأمريكي مشاركة السفيرة الأمريكية في بغداد ألينا رومانافيسكي ومساعدة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الشرق الأدنى بربارا ليف في منتدى العراق بحضور زعيم بليشيا العصائب قيس الخزعلي ومشاركته في المنتدى متحدثا رئيسا مع أنه مصنف من وزارة الخارجية الأمريكية على أنه إرهابي ومسؤول عن تشكيل الميليشيات المدعومة من إيران وذكر الموقع الأمريكي أن تصنيف واشنطن الخزعلي إرهابيا فضلا عن منصبه زعيم ميليشيا إرهابية مدردة على قوائم الإرهاب كان يجب أن يمنع حضور السفيرة الأمريكية ومساعدة وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى والتحدث أمام منتدى العراق